شنت أفرع جهاز حماية المستهلك الأقليمي عددا من الحملات على الأسواب هذا وقد أوضح الجهاز أنه يقوم بحملات رقابية مكثفة على تجار الجملة والمخازن والتي يتم حجب السلع بها لرفع أسعارها وتعطيش السوق منها أشر الجهاز إلى أن موظفي بالتعاون مع الرقابة التموينية يقومون في الوقت الحالي بالتأكد من توافر السلع داخل الأسواب وضبط أي مخازن يتم حجب السلع بها نقوم بحملاتنا الدورية كجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواب والمرور ونشوف المعروض من السلع المتوافر منها بنعمل دراسة على كل منتج على حدة النهاردة كحملة رقابية بنشوف مدى الاتزام بإعلان الأسعار وبنوعي بتوجهات دولة رأس مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع بنشوف الصلاحيات الخاصة بالمنتجات بنشوف مضابقة المنتج للمواصفات بنشوف الأوزان الخاصة بالمنتجات وهل هي فعلا الأوزان المدونة على كل منتج معروضة به حتى لا يتم غش وتضليل المستهلكين في حالة رصد مخالفة أو ضبط مخالفة بنحرر محظر بالواقع وبنحل نياب العمل اتخاذ شؤون عقوبات بتختلف على حسب المخالفات في مخالفات بيكون العقوبة بتاعتها حبس